اساسا يعني لعله كلها كانت مقدمات لذي المقدمة ذي المقدمة ماذا؟ هذا التساؤل الرابع خلوا ذهنكم يمي اساسا ما هو مشروع الامام الحسين الديني والسياسي؟ ما هو مشروعه؟ ماذا كان يريد الامام الحسين؟ من عدم البيع افترضوا اجبنا على كل التساؤلات السابقة وقلنا كما يحاول استاذنا الشهيد الحنباق الصغير ويقول سبت عنده انه لابد ماذا؟ ماذا يريد؟ هذا الذي يعبر عنه ما هو هدف الحركة الحسيني اتصور تقول لي سيدنا تتسأل فالسؤال جدا واضح وهو ان الامام الحسين عليه افضل الصلاة والسلام اعلن بشكل واضح وصريح كما في كل المصادر ومن اهم المصادر هذا المصدر كتاب الفتوح للعلامة ابن اعثم الكوفي المتوفى 314 ومن المؤرخين الاساسيين لتلك الفترة ولهذا تجد بانه اساسا في كتاب الصحيح في كتاب الصحيح من مقتل سيد الشهداء هناك في صفحة 24 التفت الى عبارة المؤسسة يقول الفتوح لابي محمد احمد ابن اعثم الكوفي مؤرخ شهير وفي عداد المؤرخين القدامى نظير اليعقوب والطبري والدينور والبلاذري مولان اذا معتبر او غير معتبر معتبر اساسي مولان انظروا ماذا يقول يقول في رسالته الى محمد ابن الحنفية ان الحسين يقول ما اوصى به الحسين ابن علي المجلد الخامس صفحة 21 علي ابن ابي طالب لاخيه محمد ابن الحنفية المعروف ان الحسين ابن علي يشهد كذا وكذا الى ان يقول وان الله واني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب النجاح والصلاح في امة جدي محمد صلى الله عليه وآله اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي وسيرة ابي وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين سؤال مباشرة يقولون سيد خد يطرح فالسؤال كلنا نعرف ما هو هدف الامام الحسين ها شنو بعد بعد تمام سؤال حتى تعرفون هذا الخطأ الشائع ما هو هدف الامام الجوا ها ما هو هدف امير المؤمنين ما هو هدف الامام الحسن عندما صالح معاوي حتى حتى يأمر بالمنكة خل يأمر جنو وينهى جنو ويصلح جنو ولكنهم ماذا تفعل للجهة هذا مو هدف هذا الهدف العام اللي موجود اصلا مو هدف العام حقوق الانسان في امم المتحدة مولانا اسألهم ما هو ما هو هدفكم ها شنو هو اقامة العدل اكو ايش الاخر بيني ما بين الله حقوق الانسان والحرية الفكرية شنو فرق مولانا هو نفس الشعارات التي رفعها الامام الحسن هناك خطأ شائع جدا يخلطون بين الهدف العام وبين الأسلوب والمنهج والآلية للوصول الى ماذا الى الهدف نحن عندما نسأل عن الحسين ما هو مشروعه لا نسأل عن الهدف وانما نسأل عن ماذا ها عن الآلية وإلا يوجد اختلاف في الهدف بين الأئمة جميعا او لا يوجد هدف واحد بل يوجد اختلاف في الانبياء جميعا في الهدف او لا يوجد ها هاي سورة الحديد مولانا بعد صريح القرآن الكريم في الآية 25 من سورة ماذا من سورة الحديد قال تعالى الآية 25 لتفتوا جيدا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقس هذا هدف الانبياء والأولياء والأئمة ولكن اسلوبهم واحد او متعدد ما هو هذا الذي يعبر عنه سيد الشديد وحدة هدف وتعدد ادوار السؤال عن المشروع الحسيني لا يجاوبني واحد يقرالي ماذا انما خرجت لطلب الاصلاح لا بد ان يقول لي ما هي الوسيلة والآلية والمنهج والاسلوب واذا نردنا نتكلم بلغة عصرية مولانة ما هو التكتيك الذي استعمله الامام الحسون للوصول الى ماذا الى تحقيق هذا الهدف وهذه قضية مو فقط هنا مهمة عزائي النبي صلى الله عليه وآله ايضا جاء عنده هدف لو ما عنده هدف في مكة اراد الوصول الى الهدف باي آلية بآلية في المدينة بآلية قبل صلح الحديبية بآلية بعد صلح الحديبية بآلية امير المؤمنين يريدوا ماذا الاصلاح في امة جيد في امة رسول الله ولكن بأي اسلوب عزائي ها بأسلوب الامام الحسين لو بأسلوبه هو الامام الحسن ماذا يريد بأسلوبه الامام السجاد ماذا يريد ها بأسلوبه الامام الباقر والصادق والكاظم والجواد والرضا الى اخره اذا عندما نسأل عن المشروع الحسيني ليروح ذهنك واحد مباشرة يقول لك ما لك شون من هنا يطرح هذا السؤال ما هي الآلية التي استعملها الامام الحسين للوصول الى الهدف هنا توجد نظريات متعددة ما هذه الواضح قدرت اوصل الى السؤال الاحتمال الاول انا احاول بقدر ما استطيع الاحتمال الاول ان الامام سلام الله عليه كان بصدد اسقاط مشروعية النظام الاموي في عهدي واين بدأ بدأ من عهدي يزيد لماذا لابد قد اجبنا فرق بين في الاسئلة السابقة بين معاوية وبين يزيد فكيف اراد ان يسقط هذه المشروعية ها قال لا ابايع وعدم المبايع يعني رفع غطاء المشروعية عن السلطة السياسية فعمله كان عملا سياسيا محضا لرفع المشروعية عن من على السلطة لكن تذكرون بالامس ماذا قلنا قلنا ان البيع كانت ركن اساسي في منظومة ماذا في منظومة الوضع السياسي فالبيع هي التي تعين انه هذا مؤيد او مخالف ولم يكن له هذه النظرية هكذا تقول هذا الاحتمال ولم يكن له لا مشروع استشهاد ولا اقامة حكومة ولا ابدا ولا ابدا كل ما في الامر يريد ماذا ها ماكو اصلاح بل اصقاط المشروعية اصقاط المشروعية باي طريق بعدم البيعة ولكن هو بمجرد اعلن عدم البيعة ها هدد بالقتل او خاف على نفسه القتل فخرج من المدينة الى ماذا الى مكة لماذا لانه ذاك الوقت مكة في عهد في تحت سيطرة من الزبيرين ولكن عندما وصل الى مكة عرف انه اساسا الامويين هيئوا اشخاصا حتى يغتالوه اين فاذا الامام خرج من المدينة الى مكة من مكة الى الكوفة من كوفة وصار الى كربلا كان عنده مشروع حكومة لا كان عنده مشروع استشهادي الشهادة في سبيل الله لا وانما كان ينتقل من مكان الى مكان حتى ينجو بنفسه ماذا ها من القتل ولكنه ما نجح هذي هواي قضية خطيرة اذا ثبتها هذي تقول لي سيدنا فهذا الاحتمال من يثبتها اقول لابدنا انظر في النصوص الرواية هذي مو قضية عقلية حتى اقعد انا وانت نقيم ادلها عقلية عليها ما ادري واضح ايو لا اذا مشروع الامام الحسين في جملة واحدة هو ماذا اسقاط مشروعية السلطة الاموي مشروعية السلطة من خلال عدم البيعة ليس الا لا حكومة ولا كوفة ولا ولا الى غير ذلك الاحتمال الثاني سميها نظريات سميها توجهات سميها كما تشاء اذا بعد انت من حقك انت روح هسا خلونا من اردت لكم في قدوة هاي القدوة بعد اذا بناء على هاي النظرية القدوة ما هي فقط لا تبايا مو اكثر من هذا هاي فرق يصير انه كن الاحتمال الثاني انه اراد اسقاط مشروعية السلطة ولكن بطريق دموي وهو انه يطلب الشهادة حتى السلطة تقتل ريحان ابن بنت رسول الله وريحانة رسوله فتسقط ماذا مشروعيته فاساسا حركته حركة ما هي لطلب الشهادة ولكن لاي غرض لطلب الشهادة لاسقاط المشروعية السياسية والدينية عن من عن بني امية هاي النظرية هو يوافقون عليها اصحاب الاسلام السياسي وهي نظرية الان القائلين بالاسلام السياسي والدولة السياسية في عصر الغيبة هو يركزون عليها نظرية على هاي النظرية وهي مرة انه الشخص يخرج الى الحرب طالبا الانتصار فيقتل كما كان يحدث في عهد رسول الله وصحابة رسول الله ما خرج احد منهم حتى شنه ها حتى يستشهد ومرة لا اصلا يخرج حتى شنه ها يستشهد اصلا هو قصده ما هو الشهادة ولكن لاي غرض لاسقاط المشروعية هذه هواية مولانا النظرية التي يركز عليها علي شريعتك في كتابه ادم وارثة حسين وارثة ادم بل هناك هس ان شاء الله اذكركم مصادر كتاب كتاب مولانا هاي النظرية الثانية النظرية الثالثة تقول اساسا الامام الحسين لا كان يم العمل السياسي ولا كان يم الحكومة ولا كان يم اسقاط شنه ها مشروعية السلطة هس انت استفدت منها هذا 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 شغلك هذا من قبيل انت بنيت بيتك حتى ها شنو تجلس فيه هسا واحد اذا صار فيه ظل جلسه ما كان قصدك انه يستظل به احد ولكن هسا هو ده يستفيد منها خلي يستفيد بس هو قصد الامام الحسين في مشروع ما هو الاتجاه الثالث يقول اساسا الامام الحسين كان هناك مقام عرفاني في القرب الالهي لا يصل اليه الا بالشهادة فهو شنو علاقته بالامة والسلطة وحكومة ان لك عند الله مقاما شنو لن تناله الا بالشهادة تركت الخلق طرا في هواكا اصلا انا شا عليا ابيزين وحكومة وحكومة ولعل المؤسس الاول لهاي النظرية ابن طوس ومشت مع الاسف الشديد هاي النظرية شنو انا هو ده الاخص النظريات لانه اريد اخلص منهم النظرية الرابعة هاي النظرية تقول هو لطيفة هاي النظرية اللي الان متجدونها في الساحة يقول الامام الحسين لانه اكفت سؤال اللي يريد يروح يستشد ويقاتل الاعداء بيني وبين الله ياخذ ويا طفل ابو ست شهر ما الى معنه هو مو خارج للشهادة وللمعركة مرة تقول خارج للحكومة وطبيعي ياخذ معه عياله هو اولاده هو اطفاله ولكن النظرية اللي تقول خرج للشهادة يخرج ويخرج ويا طفل ست شهر مولا هاي النظرية تقول لا الامام الحسين التفت جيدا مو كان هناك مقام يريد ان يصل اليه كان يريد ان يفدي نفسه ليخلص الامة من ذنوبها ليشفع لها فهذه كاملا في مقابل النظرية السابقة النظرية السابقة يقول لاجل نفسه هذا يقول لاجل الامة هذه قريبة من نظرية صلب المسيح مولانا وهو انه صلب حتى شنو ها النظرية الخامسة تقول رجاء ابوين كان اخر الاخوة دقيقتين ثلاث حتى اخلص مننا النظرية الخامسة تقول باساسا هذا تكليف خاص مختص بالامام الحسين ولا نعرف دليله ولا يمكن الاقتداء به ابدا الله نزل له كتابا قال عليك يا حسين ان تذهب الى كربلا شاء الله ان يراك اتيلا وشاء الله ان يراهن والسلام لماذا يقول حسك نفسك لا يخرج هذه الله شنو امخطط ومهندس الها ومن هنا يتبه لماذا انه احد من الامة ملحم يقتدي بها لانه هاي وظيفة شنو ها تكليف خاص حسين هذا اذا كاملا نظرية القدوة شتصير اذا نظرية الامام الخميني حمدشي اسكربلا داريم هذي بعد تنطبق معاي النظرية او لا تنطبق لا تنطبق ابدا هذا تكليف خاص و الا لو نريد نقرأها على الموازين السياسية ما تنطبق على الموازين الفقهية ما تنطبق على الموازين كذا ما تنطبق اذا هو تكليف شنو خاص الاحتمال السادس ان الامام سلام الله عليه لم يخرج لاجل الشهادة نعم كان يعلم انه سيستشهد فرق بين انك خارج لقصد الشهادة كما هس اول ثاني ثالث الاخر وبين انه يعلم انه شنو لم يخرج لاجل جاي حتى واحد ليقول لغيب الامام اقول بل يعلم يعلم شيء وقاصد للشهادة ماذا لعدل اي شيء خرج خرج للحكومة الكوفيين دعاهم لانا لاقامة العادل هو ام ماذا 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 استجابوا خم من وصل هناك انقلبوا عليه خلو استشهد ماذا يفعل ولهو لم يخرج لاجلي شنو الشهادة وانما خرج لاجل الاقامة العدل والاصلاح النظرية السابعة اعزائي او الاتجاه السابع يقول بانه لا مرحلتين المرحلة الاولى خرج للحكم للرسائل التي وصلت اليه ولكن عندما وصل الى وسط الطريق ووجد ان الظروف كلها شنو مسلم استشهد والحر وقف امامه وجعجع به وتبدل رأيه من اقامة الحكم الى ماذا ها الى شنو الى الشهادة تقول لي هذي شنو اثار لان انا اللي الان اريد ان اقتدي بها على اي اساس لان كل واحدة من هاي النظريات بها الشرائط الخاصة تأملوا في هذا الى ان نقف ان شاء الله غدا في الموقف او في المحور الرابع ماذا نفعل بعد الامام الحسين والحمد لله رب العالمين